أعللت السلطة الصحية في قطع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت سلاث مجازر ضد العائلات في القطع خلال الساعة الأربع والعشرين ساعة الماضية وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى تسعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين شهيدا وتسعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم يوما تلو الآخر يتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعلى الرغم من المساع الكبيرة للوصول إلى اتفاق هدنة ووقف لإطلاق النار إلى أن الحال على الأرض لا يتبدل شهداء هنا وجرحى هناك ومئات المباني المدمرة هذا هو الوضع المستمر منذ عدة أشهر حيث يعاني الفلسطينيون من ظروف قاسية وحرب إبادة جماعية وفي أحدث التطورات على الساحة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة ما أدى لسقوط شهداء وضحايا جدد كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع ونسفت أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة ودمرت منازل أخرى وسط رفح الفلسطينية فيما أطلقت طائرات مسيرة من الرصاصة في شارعين جنوب مدينة غزة التطورات الأخيرة جاءت بالتزامن مع أحدث جولة محادثات والتي استضافتها روما بمشاركة وفد أمني مصري ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ورئيس المساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وبحسب رئيس المساد الإسرائيلي فإن المحادثات شهدت مناقشة وثيقة توضيحية قدمتها إسرائيل بشأن اتفاق صفقة تبادل المحتجزين المقترح هذا هو إذن الوضع على ساحة القضية الفلسطينية بين محاولات للتهديئة والتوصل لاتفاق يحقن دماء الفلسطينيين وبين عضوان غاشم متواصل لا يفرق بين صغير اشتركوا في القناة